اشتركوا في القناة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم قال الشيخ السعدي رحمه الله المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل أي الطرق والمشهور أن هذه الآية في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك لذلك سموا قطاع الطريق فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور قال واختلف المفسرون هل ذلك على التخير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة وهذا ظاهر اللفظ أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم صلبهم يعني ربطهم على جذع ونحوه حتى يظهروا للناس ويقتلوا وهم على ذلك حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم يعني يصيبهم الخزي ويكونون بذلك عبرة لغيرهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من خلاف يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى يقول وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم يقول وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل وقوله تعالى ذلك يعني أن كان لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات وأنه صلاح وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض إذن ليس معنى الإفساد في الأرض كما يظن كثير من الناس هو الإفساد المادي كتجريف التربة مثلا وإفساد الطرق وليس هذا هو المعنى المقصود في آيات القرآن وإنما المقصود في آيات القرآن بالإفساد في الأصل هو فعل المعاصي وأعظمها وأخطرها الكفر بالله عز وجل ثم ما كان بعد من الكبائر كالخافة الناس وقطع الطرق وقتلهم في طرقهم ونشر الفزع بين الناس ونحو ذلك هذا من الإفساد في الأرض وهذه الآية بيّنت حكم هؤلاء كما رأينا وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم فإن كان المحارب مسلما يعني الذي يقطع الطريق لو كان مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال يعني إن كان قتل فإنه يعاقب على ذلك إن كان أخذ المال وهكذا ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا قال والحكمة في ذلك ظاهرة وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى هذه الآية فيها حل لمشكلة من أخطر المشاكل التي تواجه الناس والتي تهدد أمنهم وهو ما يسمى في كتب الفقه بحد الحرابة والمحاربون الذين يخيفون الناس في الطريق سواء كانوا في المدن أو القرى أو الشوارع أو في البحر أو في الجو أو في البادية ونحو ذلك سواء كان معهم من الأسلحة كالبنادق وغيرها أو حتى العصي فهؤلاء محاربون لله يشملهم هذا الحكم ولا يلزم من ذلك أن يكونوا في مكان غير آهل بالسكان بل لو فعلوا ذلك داخل المدن لم يتيسر لمن أخافوه استغاث بالناس فهذا له أيضا حكم المحاربة وهؤلاء المحاربون من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب من قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن أخاف فقط نفي من الأرض كما ذكرنا وبينا ذلك في الآية وكذلك أيضا من كان ردءا لهم فحكموه حكموهم يعني من كان عينا لهم مثلا ينظر الطريق أو يعينهم ونحو ذلك فحكمه حكمهم ولما كان ذنب المحاربين عظيمة كان لهم الخزي في الدنيا ويقام عليهم ما رأينا من الحد ومن تاب إلى الله عز وجل فقد بينا حكم التوبة وهذا يبين خطر هذا الأمر ويبين كذلك سعة رحمة الله عز وجل لذنوب عباده مهما كانت وفي الحديث الذي راه بن ماجه بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم قلوا قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ونجزاكم الله خيرا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين